أهلا بكم تقضى صباحا مع المستشار الألماني أولف شولز وتؤيد الشركة بكامل الفقر موقف مصر ورئيس السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهنحية للأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار العشرة أيام الماضية وتؤكد شركة المتحدة أن موقف مصر جاء متصقا اتصاقا كاملا وضحا مع الإرادة الشعبية المصرية عبر تلقى وأنه حمل على لسان الرئيس موقف المائة مليون مصرية واستعددهم ألي أتام للخروج تأييدا لما قاله الرئيس والذي عبر بوضوح كعبته رفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى مصر موضحا خطورة مثل هذه الأفكار التي يمكن أن تجر المنطقة إلى حرب جديدة بين مصر وإسرائيل بعد عقود من السلام وتثمن الشركة المتحدة للخدمات الألمية تلك التحذيرات التي أطلقها الرئيس السيسي والتي تتصق وتتطابق مع مشاعر جموع المصريين حينما أكد أن التهجير معنى الوحيد والراسخ هو القضاء على القضية الفلسطينية نهائية وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولف شولتز من خطورة تصفية القضية الفلسطينية قائلا إن تصفية القضية الفلسطينية أمر في غاية الخطورة لأننا نرى أن ما يحدث في غزة الآن ليس فقط حرص إسرائيل على توجيه عمل عسكري ضد حماسه إنما محاولة لدفع سكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر هذا وأضف الرئيس السيسي لكل من يهم السلام في المنطقة نحن دولة ذات سيادة خرصت خلال السنوات الماضية منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل على أن يكون هذا المصار خيارا استراتيجيا نحرص عليها وأيضا ننمي ونسعى أيضا على أن يكون هذا المصار داعم لدول أخرى للانضمام إليها مرة أخرى أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الألمية بيانا أعلنت فيه تأييد الشركة بكامل الفخر موقف مصر الثابت وموقف أيضا رئيس السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهنة بعدما اندلعت الأزمة خلال العشرة أيام الماضية إلى هنا تنتهي تغطية شكرا لحضركم على المتابعة وإلى اللقاء